اعزيز عليك دوازاتي اجي جربي معي هاد دوازاتي ساهل ماهل اكيجي اكتر من رائع نحتاج الدوازاتي دينا جوج حبات ديال البيض نصف كس ديال السكر صاشي ديال فاني او معلقة صغيرة ديال فاني نخلطو مزيان ثم نضيفو قشور حمضة او قشور برتقالة ثم نضيفو كس ديال زيت تخلطو الكل جيدا ثم نوضعو ربع كس ديال الحليب الحليب يمكن تعوضوه بربع كس ديال عصر البرتقال او عصر الحامض انا عملت الحليب ضيفت جوج معلقة ديال العسل العسل عندهم دور رائع في هاد الدوازاتي نخلطو الكل بشكل جيد تكن سجمو العناصر مزيان ثم نحيدو الخلاط اليداوي و نبدو نضيفو الدقيق تدريجيا نضيف كمية اللولة ديال ديال دقيق نضيف جوج اكياس ديال خميرة الحلوة كلها كس من فئة 8 غرام مجموع 16 غرام و غادي نبدو نخلط باليد ديال كم بقاو مستمرين نضيفو الدقيق اللي عدنا مغرب المنقبل تدريجيا نوعية ديال الدقيق نوعية جيدة الخاصة بالحلويات يعني الدقيق الرطب ماشي الدقيق الحرش و الكمية ديال الدقيق عدنا 500 غرام اي خمسة ديال الكيسان ديال العنبة وتقدروا تديرو ناقص الدقيق بشوية او زايد بشوية خاص العجينة تكون هكدا متكونش قاسحة وتكون كتلتسق باليد رأي انا حاولت ننحيد العجينة من يدي و غسلت يدي مزيان عد رجعت نوريكم القاوم اما فش كن ضيفو الدقيق كتكون العجينة باقي كتلتسق في اليد سوف يتندهنو الأساب عدينا شوية بالزيد و تنبدو نشكلو القياس ديال الدواز زاعتين ما كنت تحكموا وتكبروا يدكم ولا تصغروا يدكم انا عملت كلها كويرة فيها 40 غرام يعني ما كبيرة ما صغيرة و اخودوا بعيد الاعتبار ان الحجم ديالها تيضاعف في الفران كنستمر بنفس الكيفية حتى كنشكل العجينة كلها فالمرة اللولا اللي تمدهنو يدينا بالزيت اما من بعد صافي ما ما تتحتاجوش هكا تديرو الزيت في الداكم صافي هنا اخديت واحد الحبة ديال البيض طربتها بشكل جيد او غادي اندهن بها الوجه ديال الحلوة بطبيعة الحل ما بغاش يدهن ممكن ما تدهنوش كتجيزوين عكا محمرا وكتجي مشقة البيض كيعطيها كوحد الجمالية كيجيزوين انا اطربت غير البيض ببوحديتو تقدروا تزيدوا معاها الكاكا او لا تزيدوا معاها قهوة سريعة الدوابان انا رغير ببوحديتو ما شاء الله كيجيوهم حمرين كندير هاد الشريطات بالفرشيطة كيبقوا اختيارين يعني هي كتشقق معلى الوجه اني وخبلا ما تديرو هاد ازواق من الوجه ولكن كي يعطيتها هوية الجمالية وكرش بشوية ديال الزنجلين صافي مباشرا بعد ما كان تاهي وضروري تخليوا هاكا شوية ديال المسافة ما بين حباو حبا حيث حجمهم كيت ضاعف الفرن ما بقى ليدة باقي الا ندخلهم الفرن فرن الكهربائي مشعول ملتحت على مية وستين دراجة فرن غازي شعلوا الفرن ديالكم زيان سخنوه ودخلوهم الفرن بلا يعني ما تديرو لهم ملتحت على الفوق مباشرة دخلوهم الفوق فرن مشعول ملتحت على نار متوسطة ما شاء الله تكي تحمرو من الاسفل ومن بعد حمروهم على الوجه الفرن كهربائي منين تشوفو ما كتشقو نتفخو تحمرو من الاسفل الصينية ما كتخليوهاش في الرف الاسفل كتطلعوها الرف المتوسط باش الوجه كيتقرب للسخانو كيتحمرو وبطبيعة الحالي ده كان كي حمر لكم الفرن من الجوانب ومن الواسط لا كتبقوا تدورو بالنسبة للفرن كهربائي تكون مرواحة خدامة باش كتتوزع الحرارة هذا الشكل الحليوة دينا اولاد وزاتين بعد مخرجناه من الفرن كي يجي مقرمش من بره وهشيش بزاف ويرطيق من داخل وكي يجي من الوجه بهذا الشكل محمر ما شاء الله ومشقق وهذا السر ديالات الاحمراء اللي كي يجي في الحلوة استراجع اللاسل اللاسل هي اللي كتعطي واحد الحمر يزوينه وكتعطي حتى طعمه رائع ومن داخل كي يجي بهذا الشكل كتجي الحلوة مبرع كيف قلت لكم مقرمشة ومن داخل كتجي يرطيط بول ماداق رائع احسن من المادلين صدقوني هاد القالت او لهاد وزاتي هادا كي يحمقوا عليه الكبار والصغر كي يجي هائل غادي ينفعكم بزاف جربوه بطريقتي غادي تحمقوا عليه وما بقى ليه الا نقول لكم جربوه بلا ما تردوا بصحة والراحة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة